الحاج عبدالله أحد ضحايا عصابات المواشي التي استولت مؤخرا على قطع غنامه بعد قتل كلب الحراسة بالسم هنا بقرية تفران ببلدية سفيان بولاية باتنع أتصور أين لحكت بهم الجور أتعد إجران كلب كانت مربوطة هنا سموها داروا لها السوم في الكاشير والله العظيم من الساعتين والله الوحدة ونساعة ليلة يتعاني يحتل العشرة عنهار وبسبب عصابات المواشي التي يزداد نشاطها الإجرامي خاصة مع اقتراب عيد الأضحى أصبح الموالون مجبارون على تشكيل فرق ليلية لحراسة قطع نماشيتهم ليبقى وضع حد لنشاط هذه الإصابات الإجرامية مطلب رئيسي لجميع الموالين خاصة الضحى يمين يجب أن نشط يا حركة جميع الموالين ساعة جميع الموالين موالين بخطوة اشتركوا في القناة